ليست منطقة عشوائية أو تجاوز امتلكه البغداديون على أرض حكومية بل هي منطقة خطط لها قبل أكثر من عشرين عاما وزعت لسكنة العاصمة بغداد لفك الزخم عن مركز المدينة لكنها إلى الآن مهملة تفتقر لأبسط مقومات العيش فالخدمات تكاد تكون معدمة فيها كل شيء يدفع من حساب ساكنيها منطقة كواريش جنوب محافظة بغداد إحدى مناطق العاصمة المنسية أو المنكوبة كما يصفها سكانها طابوقة واحدة من بنت في كواريش ويجد أن يكون مسؤولين بهذا القطاع يروحون ويجون ما كفد مسؤول قال هاي بها المنطقة شونا عايشين بها وهي بس جانا الشتحنا لا تبليط لا خدمات لا يكون شيء ما يكون يعني تجاوز تمطر الدنيا بعد ما تقدر تطلع السيارة ما دير تمشي أما الطاقة الكهربائية فلا طاقة لها على تجهيز فرع واحد من منطقة كواريش أعمدته ليست نظامية حتى أنها على وشك السقوط أما أساس وهيكل البنايات المدرسية فهي لا تقل بؤسا عن واقعها الخدمي شون نظر نبني هاي المدارس الكارافوانات وهي الأطفال إلى ما تنظل إحنا سنة 2021 الناس بياه عصر وصلت إحنا رجعنا العصر الأربعينات كارافوانات وخوص وشينكو وين أكو بياه عالم هذا شوارع وعيرة خدمات صحية معدمة لا تخطيط سليم لمستقبل منطقة كواريش التابعة لمحافظة بغداد ولا نظرة تلقيها أمانة العاصمة على أحوال هذه المنطقة وما تعانيه لتبقى أمنية ازدهارها حبسة قلوب ساكنيها أطراف بغداد من المناطق المظلومة خدميا فلا يصلها ما يصل لمناطق المركز من خدمات أساسية توفر حياة كريمة لساكنيها حي السلام منطقة كواريش من المناطق المظلومة خدميا من بغداد محمد فراس قناة التغيير تصوير الإخراف يشربك تصوير الإخراف